هيئة المحكمة والشعبة الجزائية باطلة وباطل ما بني عليها قرار أصدره مجلس القضاء الأعلى في ثاني أهم اجتماع له عقاده بالعاصمة المؤقتة عدن معركة المشروعية في السلطة القضائية تأخذ أبعادا جديدة بقرار كهذا والذي جاء متأخرا في نظر بعض المراقبين لكنه وضع حدا للإجراءات الخطيرة التي قامت بها المحكمة الجزائية الواقعة تحت هيمنة الإنقلابيين في صنعاء وتلك التي يمكن أن تقدم عليها في الفترة القليلة المقبلة إجراءات شملت في أخطر حلقاتها محاكمة الرئيس الشرعي عبد الرب منصر هادي وإصدار أحكام بالإعدام في حقه وفي حق ستة من كبار مساعده والحكم بالإعدام على الصحفي البارز المعتقل لدى الميليشيا يحيى عبد الرقيب الجبيحي إلى جانب انخراط المحكمة في محاكمة العشرات من الصحفيين والناشطين المناوئين للانقلاب اللافت في قرار مجلس القضاء الأعلى أنه أبقى الحال على ما هو عليه في محاكم ونيابات أمانة العاصمة وأحد عشر محافظة أخرى تقع تحت سيطرة الإنقلابيين القرار قضى بعدم إجراءية تعيينات أو انتدابات أو تنقلات قضائية أو إدارية حتى تضع الحرب أو زارها تجزيدا لمبدأ استقلال القضاء وإبعاده عن الصراعة السياسية والعسكرية وصون للقائمين على تلك المحاكم والنيابات من التدخلات والقرارات غير الشرعية على حد وصف البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى لكن بعض المراقبين يتساءل بشأن المخاطر التي تكمن خلف قرار المجلس خصوصا وأنه يقر بصون استقلال جزء مهم من المحاكم اليمنية تحت سلطة الإنقلابيين وعما إذا كان لدى مجلس القضاء الأعلى ضوابط واضحة تحول دون توظيف الإنقلابيين لهذه المحاكم في المعركة متعددة الأبعاد التي يخوضونها ضد اليمنيين وسلطتهم الشرعية اشتركوا في القناة